تلسة في النستاد مع كريم خطاب على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في برحب بكل حضراتكم الجديد وزي ما قلت لكم نورني واحد من نجوم الكرة المصرية لعب وتقلق مع المصري والاتحاد وتقلق كمان في اليونان وفي أبرس وتجربة مهمة كابتن ياسر الشنواني برحب بيه كابتن ياسر وسعيد بوجودك معاه أنا اللي سعيد لأكون معاك كريم يا ما شاء الله عليك دايما محترم ومحبوب من الجميع ومتقلق دايما وأنا اللي شرف لأكون معاك حبيبي تشرف لي وعلى راسي وجودك معايا ومنورني وأبدأ معاك كده نبدأ بالمصري لأنه المصري من الأندية الكبيرة في مصر وإنت راجل مسل في المصري فترات طويلة المصري مع معين الشعباني بالنسبة لك مردي ولا لسه عايز شوية التوقت والله إحنا كنا بنتكلم في موضوع ده قبل كده أن لازم معين الشعباني أهم حاجة أنه يكسب الجمهور حال لأن الجمهور نقطة مهمة جدا بالنسبة للنادي المصري صح فأنا شايف أن برضو الوضع ما بينه من الجمهور لسه مش على وضع اللي هو ما يرام لأن دايما جمهور نادي المصري عشان بيحب الكورة قوي فدايما لو حاجة حصلت سواء تعادل أو خسارة ما بيعجبوش الكلام فممكن يحصل حاجات كتير قوي تحصل مشاكل بس توصل أن هو يعملها بالكلام ولا كراصيد فني؟ لا فني طبعا بالأداء وبالنتائج طول ما النتائج كويسة حتى لو فيه أخطاء لكن فيه مكسب وفيه نجاح للنادي المصري فده هيفرق وعيبني علاقة قوية ما بينه من الجمهور صح لكن أنا شايف أن هو محتاج فرصة لأن دايما عايز تقرب المايكس هنا منك يبطي نسر آه شده عليه كده شد الآيوة كل حاجة عليه كده؟ ماشي فأنا شايف أن أي مدرب أجنبي لازم يحتاج فترة ماشي وبالذات لو جنسيته يعني بصرف النص على الجنسية الأجنبي أجنبي كده كده لكن يعني بتفرق طبعا أن هو مدرب عربي جاي من تونس وكده لكن أنا شايف برضا أنه محتاج فترة لكن أنا شايف أنه ماشي على خطة تعتبر ثابتة وإن شاء الله يبني العلاقة ما بينه من جماهير النادي المصري وإن شاء الله تبقى نتائج كويسة شايف أن المصري محتاج تدعمات في أرض الملعب؟ أكيد محتاج لعيبة؟ محتاج لعيبة كتير محتاج النادي المصري محتاج هداف دايما النادي المصري يعني احنا على سبيل المثال طبعا من دوم النجوم النادي المصري طبعا إبراهيم المصري طبعا طبعا لعيبة كبيرة ناس دي لعبة كبيرة جدا فهما دايما الهداف بقى له وضع خاص حتى بوجود عمر مرعي والأستن موت ولسه محتاج هداف؟ طبعا وكان دايما أو كان قبل كده الله يرحمه كابتن مسعد نور وكابتن جمال جودة وأينا في محتاج طبعا حلو الأتحاد لعبت أيضا الإتحاد ببعض وعبت الناديين كبار في مصري يعني الاتحاد مع حسام حسن شايفه مقدم للناس مستنياه حسام حسن دايما بيدي انطباعه قبل ما يمسك اي حاجة قبل ما نبتدي لسه الكلام انه فيه حاجة كويسة ان فيه حاجة كويسة هو دايما يعني انا شايف ان الكابتن حسام حسن واخد كتير او من الكابتن محمود الجهري اللي ارحمه حال ودايما موضوع الروح اه اللي بيبسها في اللاعبين دي بتفرق معه كتير جدا صح وانا شايف دلوقتي ان مع النادي الاتحاد كابتن حسن ماشي بخطة كويسة لكن المشكلة ان فيه تزبزق ماشي بيبقى فيه نتائج كويسة اوي 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 ومكسب ورمونتادة وحاجات كتير اوي وبعد المرة واحدة تلاقي الاتحاد بقى في وضع واحد صح فهو لازم يبقى فيه خطة ثابتة وفيه نتائج احسن السبات في النتائج والسبات في النجاح هيخلي العلاقة بينه برضو من جمهور النادي احنا بديكلمة على ناديين اندية جمهرية غير الاندية للملهاج جمهورية خالص اندية دايما ليها طعم الاندية جمهورية اه لان دي بتأثر على على اللعيب يعني انا بتكلم اه بتجربة شخصية ايام من نادي الاتحاد او ايام من نادي المصري ما بتلعب في اندية كبيرة اه فيه لعيبة بتخاف صح بتخاف من الجمهور صح رغم ان الجمهور جاية ففيه لعيب ممكن يبقى في 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 التمرين ماردونة اه ويجي اول ما ينزل الملعب امامه جمهور ينسى كور نتحس بلقوله بلغة الكورا ركب بتخطف ده حقيق الزمالك والاهل كمان خلينا اخد رأيك في الزمالك الامور قلق الناس طبعا يعني الانتخابات والاااااا اختصر الانتخابات على الفرقة وعودة مجلس مرتضى منصور طبيعي انه لما المجالس بتتغير الامور بتتغير جوه فرقة الكورا يعني فالتعادل مع باترو أتلاتيكو أي نعم هو تعادل بريمونتادا بعد التأخر بهدفين إنما في الآخر الناس شايفة أنه زمالك خسر نقطة مهمين جدا وربنا يسطر في اللي جاي فهل الزمالك مع كارتيرون دلوقتي في وضع خطر ولا أمور طبيعية في الكرة وعادي أنها تحصل لا نحن مدارش نقول ولا في خطر ولا الأمور طبيعية لأن في نقطة لازم كلنا ما نغفلش عنها هي العلاقة ما بين مرتادة منصور والعلاقة بين كارتيرون بينه وبين كارتيرون فدي علاقة حتى أنا أتوقع أن في الفترة الجاية هيحصل كلام جتير قوي سواء من جانب مجلس الإدارة بقاعدة مرتادة منصور أو من جانب كارتيرون لأنه في مشاكل ما بينه من بعض من الأول وعاودة مرتادة منصور معرفش إذا كانت تبقى لها نتائج إيجابية على الفريق ولا نتائج سلبية لكن أنا شايف أنها ممكن تأثر نتائج سلبية بسبب العلاقة ما بينه وبين كارتيرون لكن نادي الزمالك في المباراة الأفريقية الأولية يعني آه عودة روح وأن يجيب في آخر دقيقة أو في آخر ثانية التعادل حاجة كويسة لكن أنت نادي الزمالك يعني لما تقارن نادي الزمالك بيترو أتليتكو طبعا حاجة نادي الزمالك يكسب زي ما يقوله هو حتى رجل على رجل صح فنشوف إن شاء الله بإذن الله جاي يكون أحسن الزمالك هيعاني من موضوع عدم القيد ده لحد آخر الموسم لحد الصيف لحد ما قدي يتفتح يعاني يقدر المدرب يوفق أموره إزاي بالعيبة اللي موجودة ما هادي دي بقى دي نقطة المدرب يعني مثلا إحنا دايما بنقول إن في حاجة اسمها تطويع المحتوى تطويع المحتوى يعني حضرتك كريم دلوقتي عندك برنامج فأنت مثلا بيشتغل معك في البرنامج ده تسعة ماشي في يوم تلاتة مجوش ماشي صارف النظر بقى عن تعب ولا أي ظروف خاصة فأنت ما بقاش من التسعة ما بقاش عندك إلى ستة فأنت تطوع المحتوى اللي عندك الستة دي تقدر تتغل عليهم ماشي فهو دلوقتي المدير الفني عارف إن هو ما بش هيقدر ما فيش قيد ما لنهاية المديرة فلازم يطوع المحتوى اللي عنده يقدر يوظف اللعيبة يقدر يطلع العيبة ناشئين ففي كذا حل فهو دي النقطة دي بترجع للجهاز الفني كارتيرون هو الرجل مناسب في المرحلة الصعبة دي يعني هل يستمر ولا الزمانك ممكن يبقى بالنسبة له أحسن إنه غير في وقت قبل ما يحصل مشكلة أكبر لا أنا شايف إنه هو يستمر يستمر عادي يشوفني يستمر حتى لو في توتر في العلاقة مع الإدارة حتى لو في توتر ممكن أصلي دايماً في الكرة العلاقات بتتغير في ثانية ممكن ما في حد مشكلة بينهم متحدة وتتحول إنهم تحب وتفاهم وكل حاجة فأنا شايف إنه ممكن مجلس إدارة مع كارتيرون يتكتف مع بعض لمصلحة نادي الزمالك وممكن وأنا شايف إنه هو إنه يكمل مع نزل زمالك أحسن لأن التغيير دلوقتي مش بصالح نادي الزمالك أنا مش عارف لغاية دلوقتي ليه الناس بتهجموه طب قول لي أنت باكب تنيسر أنت تفسيرك إيه أنا مش عارف أنا مش عارف أنا مش عارف الناس بتهجموه ليه عنصرية؟ ده بلاش نقول عنصرية لكن ده يعني واحد دلوقتي بيحقق أفضل نتاج لنادي الأهل بحقق بطولات للنادي الأهل أنت بدي على سيبك مع ما متدوري أنت لغاية دلوقتي تاني سنة على التوالي بتحقق برونزية أنت ممكن يعني لو بصرف النظر لما كانش فيه كل الإصابات دي غيابة شناء وغيابة أكرم توفيق وغياب كل اللعيبة دي أكيد كان ممكن يحقق حاجة كويسة ودايما أننا قلنا أن النادي الأهلي كان رايح على كاس العالم الأندية وهدف أن يحقق مركز أول أو ثاني لكن يعني الناس رديد بعد الفوز الكبير اللي حققه على الهلاس لكن أنت دلوقتي واحد نرجع ثاني للجملة اللي قلناها تطويع المحتوى ده راجل بيطوع المحتوى اللي عنده ما عندهش لعيبة غياب عنده جون أساسي جون متخب مصر غياب عنه أكرم توفيق غياب عنه لعيبة كتير جدا إنما هو قدر يوظف اللعيبة إنه هو يوصل ويحقق البرونزية للسنة التانية على التوالي وإنه هو يحقق فوز على فريق بحجم نادي الهلال قوي جدا عربيا وعلى المستوى أسيا فديف حد ذاتها ده نجاح لكن أنا شايف الناس اللي بتهجمه يعني الهجوم بيقب بسبب إيه إن فيه فشل فيه حاجة إيه الرجل اللي فشل فيه هل للرجل الأداء مثلا مش عاجب الناس لدرجة الهجوم؟ يعني أصلا دلوقتي أنا في النهاية أنا عايز إيه أنا عايز حقق بطولة فالرجل بحقق البطولات وموضوع الأداء ده ممكن يجي لأن فيه ناس بتلعب وكل الأداء ما يكونش كويس لكن بيكسب المهم من أن تكسب مهم من أن تحقق البطولة لكن أنا كمان حتى لو بالنسبة لموضوع الأداء أنا شايف إن الأداء كويس مع النادي الأهل استنى على النادي الأهلي لغاية ما كل الناس المصابة لكل الحاجات اللي بعيدة عنه تتجمع مع بعض وبعد كده أحكم عليهم طيب منتخب مصر بقى بعد ذكر كل الأندية دي طبعا أنا مش عايز أنسى برضو الإسماعيل الإسماعيلي مع أخوان براون بتدعمات وصفقات الجمهور متعش منه يرجع لكن أنا حسن الإدارة لسه مش عارف هي عايزة إيه؟ أنا أولا عايز أقول إن أنا أنا كان ليش عارفة أنا عابت السنة في النادي الإسماعيلي كان سنة موسم ثلاثة وتعين وثلاثة وتعين اللي هو كان فيه نهاي الأهلي والإسماعيلي الأربعة ثلاثة في إسكندرية أنا حزين جدا على الوضع النادي الإسماعيلي طبعا يعني دلوقتي نادل الإسماعيلي إن هو يكون في المركز ده طبعا حاجة النادي الإسماعيلي اللي دايما برازيلي كرة المصرية اللي دايما يطالع لعبها على أعلى مستوى إن يوصل للدرجة دي لكن أنا شايف إن المسؤول الرئيسي عن كل ده هو مجلس الإدارة مجلس إدارة هو المسؤول الرئيسي عن كل اللي بيحصل مجالس الإدارات كان ممكن مجلس الإدارة يتغير ويجي مجلس الإدارة أحسن يقدر يزبط الموقف لكن نحن شايفين من الأسوأ للأسوأ فدلوقتي والدلل على كده الناد الاسماعيل يبقى في الوضع ده طب التدعيمات اللي حصلت وصفقات كتيرة جدا في الشتاء هل تفرق مع المدرب ده ولا الإشعاعات اللي طلعها دي برضو ممكن تهز لا فيه إشعاعات طبعا بتقصع ناد الاسماعيل لكن إحنا خلينا دون اللي هو رأس الهرم لازم يكون كويس لو مجلس إدارة بقى كويس هيخلي كل حاجة تمشي كويس لكن كمان حتى التدعيمات التدعيمات لازم تكون جابتدعيمات يعني على أسس أنت شايف أنا شايف عايز فلان في الحتة مش أي حد بيجيبه خلاصة مش أي لعيب مش أي حد يقولك ده فلان أفريقي مش عارف ايه ده لا لازم تجيب حد المتطلبات الفريق بتاعها لكن برضو في النهاية مجلس إدارة كمان بيدخل في كل حاجة خليك أنت في الناحية الإدارية يعني قود الناحية الإدارية على أعلى مستوى وسيب الناحية الفنية للمدرد فلو كل واحد شاف إيه الشغل اللي عليه متهالي نعمية في نجاح ونجلس إدارة يرجع الوضوع ده عسي يا رب إن شاء الله طيب منتخب مصر بعد ذكر كل أندية الكبيرة الشعبية دي منتخب مصر هو النتيجة في الآخر شايف إنه منتخب مصر في كاس الأمم الأول يعني قبل أي حاجة نجح ولا فشل؟ نجح نجح جدا نجح لأن النجاح دايماً بيتقاس بالنهاية منتخب مصر عمل بداية سيئة جداً كان يستحق كل النقد سواء نقد لازع كان مستحق كان مستحق جداً في مدشة ناجيريا خصوصاً لكل اللاعبين والجهاز الفني وكل حاجة لكن دايماً بيقول إن كان الكابتن جوهر الله يرحبه بيقول إن دايماً البطولات المجمعة المستوى فيها ببتزايا صح صح فهو ده اللي حصل من مباراة ناجيريا بعد كينا شوفنا مباراة كوديفوار عملوا إيه؟ مباراة غينيا مباراة السودان كوديفوار المغرب كل ده الغاية ما وصلنا لأعلى مستوى أعلى مستوى كان مباراة سنغال لكن إحنا يعني سوق حظ في موضوع وجهات وكل حاجة فلكن أنا شايف إن منتخب مصر أدى أداء كويس جداً أداء رائع شايف إن يحسب للجهاز الفني عودة الروح اللي عملها اللعيبة شايف عودة الروح بينهم من بعض يعني ده بيفكرنا بمنتخب الجيل الزهبي 2006 و2008 و2010 والنتاج اللي حقققوها هم كلهم بقى بيحبوا بعض شوفنا ترزيجية ما جاب الجون حتى يخلى صلاح يخط الرجل عليه شوفنا إن إني بيتكلم إزاي عن صلاح في اللفاقات وشوفنا صلاح بيتكلم إزاي في المؤتمرات الصحفية فدي في حد ذاتها نجاح للجهاز الفني ونجاح للعيبة وأنا شايف إن اللعيبة بدأوا دلوقتي حتى يلموا بعض يعودوا مع بعض قبل المباراة وشايفين روحهم عاملة إزاي في المال فإن شاء الله بإذن الله دي تكون دفعة إن إن شاء الله في المباراة السنغال الجاية اللي هتبقى مباراة من شوتين شوت الأول في القاهرة والشوت الثاني في دكار إن شاء الله يكون ربنا من نصبنا إن إحنا نوصل لكاس العاملة يصعب الأمور إن شوت الأول في القاهرة والتاني في دكار؟ آآ يصعب الأمور صح صعبة يعني إحنا لو كان إن شوت الثاني يعتبر مباراة تانية في مصر هتفرق كتير جداً لكن آآ أنا شايف إن هم بعد اللي حصل والحالة النفسية اللي كان عليها اللعيبة في آآ في نهائي كاس الأمم إن ده هتديهم دفعة نفسية إن شاء الله تكون حاجة إيجابية آآ يقدم مباراة رائعة في القاهرة وإن شاء الله في دكار دفعة ولا برضو يعني صحح لي معلومة دي لما لعبك حتى لو بنعب شطرنج وإنتك ستاني مش ده بيبقى واحد صفر ليك نفسياً حتى يعني في اللقاء اللي بعده لو بنلعب تاني يوم شطرنج برضو إنتك ستاني مبارح فأنت نوعاً ما أنت متطمن أكتر ما أنا 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 لقت هي هي تعتبر أمور متوازنة لأن أنا الآن وأنت كسبتني وأنا الآن لكن برضو في نفس الوقت أنا عندي حافز إن أنا أنت كسبتني فأعيز أكسبك فمش عايزك تكسبي ثاني يعني عايز عوض مش عايزك تكسبني مرتين فدي ممكن تكون يعني تأثير سلبي أو تأثير إجابي لكن أنا شايف إن الحالة اللي عليها اللعيبة إن شاء الله بإذن الله يكون لها تأثير إجابي عايز أسئلك بقى على شوية أشخاصاً عارف أن أنت علاقتك بيهم طيبة يعني أول علاقتك باللعيبة المحترفة في إنجلترا بحكم أنك عايش هناك في علاقتك طيبة بيهم صح كده؟ علاقتي الحمد لله كويسة بيهم كلهم بس النني مثلاً من الناس القريبين منك قريب جداً لي يعني النني قريب لقلبي جداً أنا بحبه جداً يعني هو واحد من الناس الطيبة يعني بعتبره أخوي صغير بعتبر ابني حتى الكابتن ناصر إنني أبو بيقول إن ده ابنك بيقول إنه ابنك يعني حتى أما أحد بيتكلم عليه أنا بطبيعتي لواحد كده بلاقي نفسي برد لأن أنا بحبه لأن أنا أنا بتكلم عليه كلاعب لأن أنا عارف الراجل ده يعني ماشي على الخطة الاحترافية إزاي؟ إلتزام إزاي؟ حاجة يعني فوق الروعة إزاي الناس بتحبه في أرسنال من العامل تعقوة اللبس اللي بينظف الغاية أرتيتها لغاية المهل السيدان لأن كل الناس كل الناس بحبوه بيتكلموا عليه إن هو راجل غير في الملعب راجل في الملعب راجل بتاع قط اللبس اللي هو دايماً بيتحك وبيهذر وبيخلي الناس كلها نفسياتها بيرفع من اللوحه المعنوية دايماً أنا بتكلم عليه بقى كشخص بره بره حاجة تانية شخص جدع جداً راجل جداً محبوب جداً من كل الناس يعني يجي لي مثلاً المحل لغم إن هو مفروض أنا بشتغل في شركة اللي هو بيلبس حاجة منافسة حتى ما يجي كل الناس إزاي بتجي تصور معاه الناس بتجري عليه الناس تجي صحابي مثلاً يقول لي إن إني كان هنا ده نفسي كده أقول له ماشي ما يجي المرة الجاسة وإيس على كده بقى طبعاً صلاح طبعاً في حتة تانية خالص إيس على كده ترزجي إيس على كده حجازي رباناش في يا رب مكان برده وستفروميج فكل اللعيبة اللي في إنجلترا ليهم علاقة يعني عندك علاقة طيبة معاهم علاقة قوية جداً بس إنني أكترهم يعني إنني من أكتر الناس الأغراب طب خليني في إنني إنني من أكتر العيبة اللي بالبالة دي كده تقطعت في مصر رغم إنه واصل لأرسنل اللي هو أرسنل دا مش نادي قليل خاص في العالم أنا أنا واحد من جمهور أرسنل واتبسطت إن فيه لعيب مصري لعب في النادي اللي أنا بشجعه وبقاله ست سنين وبقاله ست سنين إنما خليني أكلمك بالسانة الناس اللي تنتقد وبارده رد علي أنا عايزك ترد علي ردود قاطعة كابتون ياسير إنني الناس بتقول إنه هو بيلعب في أرسنل بس هو مش من الركائز الأساسية بقاله سنين وخرج أكتر من إعارة بتفسر ده بإيه؟ والله هو في أي حتة في العالم أو حتى بلبلش نتكلم عن الكورة في أي حتة في شغلك لما المدير بتاعك بيتغير فيه أمور كتير بتتغير صح فهو إنني يتغير عليه مدربين كتير أرسنفينجر كان بيحبه جدا كان مقتنع بي جدا 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 بعد كده مما جاء إمري هي دي الدروب الحصر إمري كان إنسان غريب جدا بيشايف إنني بيموت نفسه في التمرين دايما اللعبة في المدرب دي مثلا بيقول للمدرب إن أنا عايز أعود معاك مثلا كلمات إمري هو اللي كان بيطلب منه ماشي يعني إنني ما كانش في الحب على أحياء خالص كان هو اللي بيطلب منه يقوله تعالى شاف إن انت بتتمرن أكتر واحد المبارك جاية أنت هتبقى هتبقى معايا أنت أعمل حسابك إن أنا باعتمد عليك يلاقيه نفسه برا السكور خالص أصلا خالص خالص فإنسان غريب قال لي كان دايما يكلمني يقول لك أنا مش حالف أعمل معايا الرجلين بيكلمني كلامه وبعدين يعمل حاجة تانية فهي دي اللي حصل الدروب بعد كده عشان كده خرج عارة بعدها خرج راح بشكتاش أه أدى أداء كويس جدا ما بشكتاش رائع رجع الأرتيتا أرتيتا بما رجع كان في ميزة إن أرتيتا لعب مع النني مش شوق يعني مش مدرر بس عارفه لإني لعب معايا فأول ما راح النني في 2015 كان أرتيتا لسه بيلعب كان بخلص يعني فعارفه كويس بيصق فيه وعشان كده أرتيتا هو اللي جابه وقال له أنا محتاجك وانا ندي تقبق معايا وبدأ ياخد واحدة 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 طبعا في ظروف كتيرة فيه لعب كتيرة جات طوماس بارتي جاي ودفعين فيه خمسين مليون طبعا عارف البريميليجا ما يكون حد مدفوع فيه فلوس لازم يلعب يلعب فأنا يعني ما فيش مباراة لأرسنال ما بروحهاش فبشوف إن أن الناس دي هو يستحق إن يلعب عليها لأن مستوى بقل لكن برضو بسبب الفلوس المتوعة فيها بيفضلوا يلعبوا 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 وانت لأي لعيب أو أي حد في أي مجال لو بتديله وحاسس ان انت المدرب بيديله ثقة لازم يستمع يزيد فهم حتى لو بارتي ما كانش كويس فبردو مساعد شاكا شاكا ما يعني شاكا لو لو هو قعد على سور يعني على كرسي بعجل حيلعبوه يرجع توقف ثلاث شهور يرجع يلعب على طول الأساسي فديه بحد ذاتي وانني ما بيتكلمش دايما بيسكت زي ما ما بتكلمش في مصر زي ما الناس قطعته كتير جدا وما تكلمش وقاله انا ارد في الملعب ورد في الملعب والنهاية انه وصل الحمد لله ان التشكيل المثالي هو موجود فيه ما بيردش علشان ما بيتفرجش ولا بيتفرج وما بيفرقش معاه لا بيتفرج وعارف كل حياته عارف مين بيقطع فيه عارف مين اللي بيقطع فيه وعارف مين اللي بيتكلم عليه لكن هو ما بيردش والله دايما يقول لي انا ساب كل حاجة على ربنا دائما نقول كده أنا سايب كل حاجة على ربنا هو فعلا هو إنسان طيب جدا وسايب فعلا كل حاجة الحمد لله كل حاجة خير فسايب كل حاجة على ربنا وعشان كده ربنا بيكرمه أحسن له بالنسبة لك أنه يكمل في أرسنل ولا أنه يطلع يبقى في حتة تانية أصغر شوية من أرسنل بس هو ياخد فيها دور أكبر أنا نفسي أنه هو يكمل في أرسنل وهو كان السنة اللي فاتت كان خلاص على وشك أنه هو يجدد العقب لكن حصل حاجات خارجة عن الكرة خالص وأرسنل وقف موضوع التجديد ده بسببها حاجات زي ما حصل مع أزيل وكده حاجات سياسية حاجات سياسية كتير جدا لكن هو يعني رد وكلامه أنه كان حاجة نبع من قلبه زينا في اللين هو كان بيكلم على قضية فلسطين وبعدين هم طبعا بيحبوا حد يتكلم في حاجات زي دي زي ما حصل مع أزيل وهو سند الإجور لقية الإجور فعشان كده لكن أنا شايف إن أحسن له إن هو يكمل في أرسنل وإن شاء الله حتى لو لقدر الله مفيش نصيف في أرسنل فهو جياله عروض كتير من أكيد أكيد هيبقى موجود في حاجة لأنه هو اسمه ما شاء الله كبير جدا يعني أنا بحكم شغل إن أنا بقابل مدربين حتى كمان فكلهم بيتكلموا عنه كلام كويس جدا فربنا يا سهل لو كامل في أرسنل يبقى خير لو ما يكملش إن شاء الله يبقى برضو في إنجلترا حلو تريسيجية برضو من الناس اللي بتفقان الغ대� كبير جاي ولا أنا عارف أنه برضو قريب منك وتريسيجية denying والأرسنل من الأجهزاء المهمة جدا مشامل في تشكيل منتخب مصر حسنها طبعاً إصابة صعبة حسنها طبعاً لكن الخروجه للإعارة في تركيا مفيدة بالنسباله؟ أنا أرى إن هي مفيدة بالنسباله لأن تريسيجية ما شاء الله عليه أول ما رجل أولاً دعونا بتكلم عن تريسيجية وضعه كان إيه في تركيا قبل ما يجي البريمير ليج. كان نجم جدا. اه جدا. الناس كانت بتحبه جدا. كان جاي له عروض فلوس. اه. ماديا اكتر من اللي اخدنا في اسفل الله. صح صح. لكن هو كان امله وان هو يلعب في البريمير ليج. صح. فجيه فهو قال لي كلمة عمري معنسها. قال لي كابتان ياسر انا جيت من بعيد. انا جاي من بعيد. اه. يعني ترزيجي وانني اه من الحلوة بتاعتهم ان هما ناس طيبة جدا. اوي. ويعودوا معاك يكلموك على بداياتهم. وازاي ان اني والدته الساعة سبتة الصبح تقوم عشان تودي النادي الاهلي يتمرن ويرجع. ويترزيجي ازاي اني ياخد الوجوة بتاعت النادي الاهلي يقسمها نص لان اخته جاية جاية معا من كافرشيف عشان توصله. فما واحد يتكلم عن الحاجات دي. اه. يعني بيدل على ان ان انسان طيب ازا. اه. اه. وعشان كده. وكمان بتدل على ان الناس دي يعني زي ما بيقوله يعني اه بي بيحفر في الصخر. اه. 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 فهو ترزيجي. اه. ما شاء الله مع استون فيلا عمل موسم رائع. كان سبب ان استون فيلا يقعد في الدورة الممتاز. صح صح صح. بالاهداف اللي حققها. ومن ضمنهم مباراة رائعة. كان كسبوا ارسنال تلاتة واحد حتى كان من بالبعد المباراة دي كان المفروض يجي هو و النيني مع بعض على مصر. فا احد يقول لنيني مش هودي يسلم عليها ما بتكلمني ايش. فا هم هم حبايب او كلهم بيحب كمال ان هم كلهم مرتبطين بقع صراح و النيني و ترزيجي وحجازي كلهم و المحمدي لما كان موجود. اه. كان بيلعب مرتبطين كلهم بمعه. فترزيجي ان الاصابة جت طبعا كل شيء بقدر ربنا. طبع. فجت في وقت مش كويس. قعدت فترة. لكن الحمد لله ان هو مع منتخم مصر بدأ يدولوا واحدة واحدة. لغت ما مستواه بقى كويس. لكن في نقطة لازم يعني اه اه ما نخفيهاش ان ان كمان اللي مساعدش ترزيجي ان في الفترة اللي هو بدأ يرجع فيها جيوم درج جديد اللي هو ستيفن جيرارد. طبعا. فستيفن جيرارد. صفقات جديدة. صفقات جديدة. اه. بالاضافة لان ان انت بصرف النظر عن فيه صابة ولا لا. اما يكون فيه مدرب جديد كل واحد بيموت نفسه عشان يزبط. عشان يزبط اه طبعا. طبعا. فبدي بالاضافة لان الصفقات الجديدة جات وتقلقت. على رأسهم. كوتينيو. اه ضبعا اول ما كنت شايف ان الترزيجية بعد الاداء اللي قدمه على منتخم مصر وكان مرضي. ان هو يطلع اعارة يكمل الموسم ده ويرجع ان شاء الله. وهو مبسوط بالاعارة دي كالتناسي? يعني هو شايف انها فرصة كويسة? فرصة كويسة لان هو عاز يلعب. اه. عاز يلعب. لكن هل هو دلوقتي لو رجع وقعد في اسونفيل لو ملعبش. مش هابها مصود. مش هابها مصود. صح. مش هابها مصود. ولا حتى يعني غير الحالة النفسية الحالة البدنية مش هجيبه. اه. احنا شاهدنا اترزيجية اما بدأ مع منتخم مصر في موتش ناجيري. باين ان هو لسه. مش قادر. صح. لان مش هادي. يعني الترزيجية اللي هي ما عنده الانطلاقة بتاعته دي. مش قادر. كتبتفرق جدا. صح. صح. لان غصبا عنه لان لسه راجع من من الاصابة. لكن دلوقتي يرجع نفسه ويبقى نفسيا كويس. بدنيا كويس. ويرجع الاسنفيلة وتقلق تاني معه. قبل ما اطلع الفاصل بقى. صلاح. وصل لحتة محدش وصله. طبعا. والله اعلم يا ربي يحصل. بس ما اعتقدش انه ممكن حد يوصلها بسهولة من اللعيبة المصرية يعني. اه مش سهلة خالص يعني. صعب. ايه اللي عند صلاح? مكنش عند اي حد قابليه. ومش عند حد من الجيل ده. اه والله هو صلاح اه يعني سبب نجاحه ان هو خلاص بقى نظر لموضوع الكرة دي نظر احترافية تم. مية في المية. مية في المية. اه. احنا ممكن مسلا زي مسلا حد مسلا يقول لك مسلا هي اكيمو متاكلش مش عارف بيه ولا تحاضر مش عارف. اه اه. انما خلاص بقى هو بقى عنده وقواعد ناش عليها. اه. بيمشي عليها. فواحد اتنين تلاتة لغاية ما وصل للدرجة دي. حد حد يتوقع ان صلاح بعد بازل وما راح تشيلسي انه هيوصل للدرجة دي. لا. لا. راح تشيلسي. وحتى لما اطلع بازل كثير الناس بتوقع انه عادي تجد احترافية جميلة وخلاص يعني. ما هذه النظر الاحترافية. مش ممكن بقى انا راح تشيلسي فما وفقتش في تشيلسي. فخلاص بقى. اه. خلاص انا هارجع. اه. خلاص. مش موفق. اروح. ام رايح اه فيورنتينا. اه. وتقلق جدا في في ايطاليا. وبعدين روما. اه. بعد روما راح جاي على ليفربول دي. يعني رئيس ليفربول انا ما ادفعش. ليفربول عمره ما يدفع اربعين مليون في حد. اربعين مليون دي الوقت ثمن ثمن صلاح كامل. دلوقتي صلاح يعني ما شاء الله ما شاء الله. لا مية وشوية عادي يعني. يطلب اللي هو عادي. تعتقد ان هم هوافقوا على موضوع عقد الجديد. استحال ما ما فقوش. استحال ما فقوش لان هم ما بين نارين نار الجمهور اللي مش هيسيبهم ابدا لان مش عايزين صلاح شوفنا الاستقبال بتاعه حتى لما رجع دي. بس هما برضه عندهم مشكلة تانية ان هما اتكلموا عنها ان قالك ان لو ادينا صلاح الفلوس دي عندك بقى خش بقى. دي العيبة تانية. مانيا هيخش. وفندايك. دلوقتي هو اعلى. اه بس كله هنقول لك انا عايز اعلى. اه. كله كان عايز زي صلاح. فهي دي هي دي مشكلة. لكن انا في النهاية انا شايف ان هما وهما بيتكلموا على ان صلاح السن خلص هيبع عندي واحد وثلاثين سنة. لا لا. لكن والاصابات مش الاصابات. اه. يمكن دلوقتي ما عدوش اصابات ربنا يحفظ يا رب. شوانا. اه. لكن ما نعرفش بعد كده يا سأليه. طبعا دي حاجة في علم الغيب. هما بيفكروش كده. لكن انا شايف في النهاية ان هما مش هقدروا بسبب الضغط الجماهيري. اه. بسبب كل يعني نجوم الكرة العالمية مش كرة الانجلزية بس وخصوصهم ليفربول. كلهم عن صلاح. حاجة في منتهى الرواق. طبعا. طبعا. تعتقد انه صلاح افضله انه يختم مسيرته في ليفربول. ولا لو جيه عرض ريال مدريد او برشلونا مسلا. انه لا ممكن يبقى برضو بالنسبة له حاجة ما تترفضش يعني. لا مليون المية ان هو ينهي في ليفربول. ينهي. اه 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 اه. صلاح لو نهي في ليفربول و سيعمل له التمثال. تعرفك ابتناسي ان انا كنت مع ان هو يمشي. يعني فترة ما فترة كده كنت تبقى بعض اقول ليه لا هو يقدر يلعب في ريال مدريد و برشلونا. وما فيش لعيب مصري. والعرب وليلين جدا والافرقة مش كتير برضو. اللي لعبوا في النديين دول. صح. هو يقدر يعمل ده. فليه ما يعملش ده? وبعين دلوقتي بطلتها اغير يعني بقى دي فترة كده لا انا شايف انه لو فضل في ليفربول لحد ما يبطل هو خلاص اسطورة ليفربول. خلاص اسطورة. اسطورة يعني. اسطورة بكل الارقام اللي حققها بكل النتاج اللي بيعملها بكل البطولات اللي جابها. اه. فمحفقتش ان في حد هيعمل كده زي خلاص. فهو صلاح لازم يكمل مع ليفربول. وحب الناس ليه دي دي حاجة يعني. الدنيا بتترق. حاجة مش مش ممكن يعني صلاح يعني مثلا في المكان اللي انا فيه اكتر اسم بيطبع على التشيرتات هو. صلاح. اه. كله هو صلاح. ميش. فانا شايف ان هو يكمل. شعبيته مرعبة. طبعا. طبعا. يعني يعني انت بتكلم في انه انت في لندن مش في لندن. اه. وفي لندن شعبيته برضو. في اي حتة. في انجلترا. اي حتة اه اي حد مصري اول ما تقول انه مصري. صلاح. اه. زي كده مثلا كان زمان برضو اه في اليونان اول ما تروح اليونان وتقول اي حاجة انا من مصر وطبع الكرة اقولك مجد طلبة. اه. والله. طلبة كان فترة برضو. كان بوم هناك. في العشرين سنة الاخيرة احسن لعيب محترف. اه. والله. يعني اه طبعا كانت مجد طلبة اسمه في بوج نمرة واحد. تكلم بس اقول مصري وكورة اول حاجة اقول لك طلبة. اه هو. فصلاح طبعا عدى ده يعني قصدي انه بقاش في بلد واحدة. انا مش بلد يعني. عالميا. انا فعلا انا كلمة في سفر اي بلد. في اي حتة. لو عارف ان انا مصري اول حاجة صلاح صلاح. اهو. ده لازم يعني. قبل ما يتكلم معك في اهرامات ونيل وبتأو يكلم معك في صلاح. طيب يعني انت بالنسبة لك صلاح يكمل في احسن له من كل النواحي. طبعا. طبعا. مين اللعيب المصري اللي يقدر دلوقتي يكون في البريمير ليج? عندك لعيب يقدر يروح المنافسة دي? والله انا شايف ان كاسا الام الافريقية افرزت اه لعيبة كتير جدا يقدر يلعب. اه. اه. على رأسهم فتوح. يقدر يكون في البريمير ليج? والله. فتوح عجبني فكره. طريقة لعبه. الستايل بتاعه. اه واحد كمان يعني صعب ان هو اه ما كانش حتى يتوقع خلص عبد المنع. اه. فحاجة واحد بقى يعني طبعا اصابه برضو ربنا يا شفية رب اكرم توفيق. طبعا. اكرم توفيق كان من من اللعيبة. طبعا. يطلع اوروبا عائل نزدي. لان كان فيه كلام كتير قوي ان هو جاي البريمير ليج. كان فيه كلام فعلا? اه. ان اكرم توفيق. يعني انا سمعت تصرحات من اخوه عبدالعزيز وقال كده. بس هل فعلا فيه كلام? كان فيه كلام فعلا ان هو يجي البريمير ليج. مين كانوا بيفكروا فيه? يعني مين الاندي اللي كان ممكن تكون بتفكر طبعا? والله كان فيه ساوس حامتون كان فيه نيو كاسل. والله. اه. انا انا متكلم نيو كاسل بخصوصا لان نيو كاسل اه. خلاص اي بدارة سعودية ف. لا غير كده كمان انا تربطني علاقة بادي هاو اللي هو المدار بتاعه. اه. اه. فهو الراجل بيحب الليعيب المصريين. اه. كان بيكلمني على المحمد كان بيكلمني عن اني دايما. ميش. وكان بيكلمني يعني على صلاح. اول ما صلاح جاي لي بربول. اه. قال لي دعيق بحاجة تانية خرص. ميش. فسبحان الله وكان فعلا يعني كلامه صح. اه. اه. ففي فيه لعيبة لعيبة كتير يعني تقدر تلعب في. بس هل التجربة بتاعت انه من مصر الانجلترا. هل منطقية ولا الاحسن ان انا اتدرج. يعني حنا شوفنا ان مصر الانجلترا عطوة دي اخيرها مسلا رمضان. اه. بس ما نجحتش اوي لانه من ادار للنار دي بتقى صعبة. ما نجحت. لكن انه اطلع مسلا بلجيكا هولندا بتاع وعينا ارد على مش عارف فرنسا بتاع وبعدين اروح يعني. هو ممكن يعني هو وجه نظر كويس اوي صحيح لان فعلا يعني كل حاجة بتتعامل بالنتاج. اه. ما فيش نتيجة ما فيش حد راح فعلا من المصر دايريكت للبريميل ليج وكان فيه جده راحب لكده وكان فيه حمد فاتحي راحب لكده زماني. اه. وتجربة. وتجربة المحمدي كمان. والمحمدي تجربة رمضان صبحي. لكن اه ممكن يعني كله قاعدة ولا شوائز. طبعا. ممكن يكون حد يكون راحه وتفرق معاه وتمشي معاه. يعني مسلا تخلي ان الصلاح مسلا جي من من المقولين على ليفربول. اه. وحصل كده. كانت حتيبها حاجة تانية كانت اقول لك كله لازم يروح. اه بس انا ما اعتقدش انه لو كان راح من المقولين على ليفربول. لا خالص. يعني كانت صعبة. خالص. ان الصلاح اللي ساعده كل اللي حصل له في تشيلسي وفيورنتينا. ايوة. دي كان تهيئة. اه اه. هي تهيئة ان هو يوصل للدرجة. بالزبط كده. بالزبط كده. طيب نطلع على الفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عندنا كلام تاني كتير نقوله مع ضيفي كابتن ياسر الشنواني واحد من نجوم الكراب مصرية. نطلع على الفاصل زير واحد خمستين تسعة خمستين الف وستة بعد الفاصل نكمل كلامنا خليكم معناه. كابتن ياسر الشنواني في الاستدار عن نجومة في ام ونجومة في ام تي في. كابتن ياسر اعتزال عبدالله السعيد الدولي. شفته ازاي. والله انا اتكلمت معاه وبعدت له. اه طبعا عبدالله سعيد عمل تاريخ كبير جدا. طبعا. مع النادي الاسماعيل او مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. لكن انا شايف ان هو هو طبعا موضوع الاعتزال ده بيبقى اكتر واحد يقدر يقرره. صح جيد. صح جيد. صح جيد. هو الشخص. صح جيد. صح جيد. او حد يقول له لا اضغط عليه يقول له اكمل. صح صح. فهو اللي شايف. هو شايف ان هو اكتفى بالفترة دي. اه. فانا شايف ان التوقيت كان صحيح. اه. كان نفسي ناخد كاس الامم ويعني نعتزاله بعدها. صح صح. لكن انا بحب على المستوى الشخصي بحب عبدالله جدا جدا جدا. وانا كمان انا بحب عبدالله جدا. وانا شايف شخصية جميلة وشخصية هادية جدا. جدا. وبعدين اه. حد يقول عبدالله ايه المشاكل اللي عملها. اعملش مشاكل خلص. هو موضوع انتقاله. من الاهل. اه. لكن هو حتى مردش على حد ولا تكلم على حد. ورجل بيتمرن. هو محترف قوي. انا بشقول نموذج محترف جدا. جدا. نموذج يعني جيد جدا. اه. اه. او ممتاز الاحتراف في مصر. صح. اه. لكن انا شايف ان هو ربنا وفقه في اللي جاي. ان شاء الله بإذن الله يوفقه مع مع بيراميدس. لغاية ما ان شاء الله بإذن الله يحقق كل اللي هو يتمنيه في الكورة. اعتزاله قليد سلمان اخر الموسم. شفته ازاي. اه. برضا انا شايف ان هو التوقيت صح. اه. والاختيار كمان كان كويس بعد. بعد قصة عالة موتاعة. اه. اه. بحصل البرونزية للمرة التانية في الامارات. فانا شايف ان هو وطبعا وليد برضو حقق برضو اه انجازات كتير. اه. وطولات كتير مع النادي الاهلي. لكن هما الاتنين اه شخصيات جميلة. الاتنين تاريخ. هيفضل كل الناس تذكرهم. سواء جمهير النادي الاهلي او جمهير البرميز او جمهير امبي بالنسبة الويدي او جمهير النادي الاهلي. اه. وكل الناس. حتى جميع القرار المصرية كلها هتذكرهم يعني. بتشوف ازاي اللعيب اللي ممكن ياخد قرارات زي قرار عبدالله بانه يمشي من الاهلي او قرار زي اه انه ما يجددش او يعمل حاجات اللي هي مش معتادة. هل بتشوف انه احترافية ولا انه هو لعيب اه سادد ودانه ومش فارق معاك. الحاجات المسيرة دي بتشوفها ازاي. والله انا بشوف ان السبب في كده هي السمات الشخصية. اه. هي الشخصية اللي عيدة. لان في واحد بتكون هدفه الاساسي اه الشهرة. ماشي. في واحد هدفه الاساسي الفلوس. اه. في واحد هدفه الاساسي الاتنين مع بعض. اه. في واحد هدفه الاساسي ان هو منتخب مصر. في واحد هدفه الاساسي ان هو عاز يلعب. اه. بصار في النظر بقى عن فلوس ومش فلوس المهم عاز يلعب وهي بقى اساسي. اه. فهي دي بتفرق من واحد للتاني. وفي النهاية القرار يعني بينبع من السمات الشخصية بتاعت الواحد ده. صح. على ان انا بحب الفلوس هي بقى خلاص ده جايب لي فلوس اكتر هروح رايح لده. انا بحب اه ان انا نلعب على طول احشوف النادي اللي هو بيحبوني وان المدرب يحباني وحافظ الالعب فهي دي بترجع في النهاية لكن في النهاية اللي يقدر اه يحكم ازا كان القرار ده صح ولا غلط اه النتائج. اه. والجمهور بردها نفس الوقت. طب يلا نلعب بقاء مع بعض. ماشي. بص بقى كبت ناسل انت راجل ايه? انا بحبك. هلعب معك كده ايه حاجات بسيطة. انا بك انا عايز اقول بس ان كريم خطاب من الناس اللي بحبها جدا وانا اول مرة قبله. يعني انا اول مرة قبله النهاردة في الحقيقة. اه. لكن احنا بنتكلم مع بعض على طول. فتخيل بقى ما كنت بتحب حد من غير ما تشوفه. حبيبك على راسي والله وزوءك يعني زوءك وانا سعيد جدا بوجودك معي النهاردة انت واحد الشخصات المقترمة اللي كل الناس بتحبك. يعني من قبل ما قبلك وانت من الناس اللي انا بحبهم جدا. تعالى نبدأ بقى مع بعض من غير ما اتفكر بقى. حاضر. اللي اقولك عليه قولي. حاضر. انضمت للإسماعيلي بسبب حركة ما كانتش مظبوطة قوي مع الأوليمبي. صح. عملوها معك. صح. ايه? اه انا كنت في النهار من اه وانا عندي احداشع سنة. مه. لغاية الفريق الاول. مه. لغاية واحد وعشرين سنة. وكنت متمر مع الفرية الأول من عند 16 سنة فكنت أنا ومجموعة معي أربع لعيبة من الثانيين إن إحنا خلاص دول مع الفرية الأول دول هيتأيدوا الفرية الأول كان المفروض إن 21 سنة بعدين تتأيد الفرية الأول ففضلنا ومشوا الأربع لعيبة فضلت شلنا وخلاص أنا حتى المفروض إن أنا حتى أقيت في الأول قبل التأيد بأسبوع كنا معسكر في الأكاديمية كان الكابتن بوريا اللي يرحمه بلغوني إن أنا برني فدخلت سيبت شنطتي خدت شنطتي ويتعمل عاية خلاص مستقبلي راح فسبحان الله يعني وعسن تكرر شان وخير لكم وعسن تحب شان وشار لكم كنت أنا خريج كل التربارة دية فكان الدكتور علي البيب يدرس لسباحة وكان مدرب الأحمال في النادي الأولمبي قال لي ما تزعلش أنا واثق فيك فبعتني الأخو الدكتور إسماعيل البيب كان مسك الإسماعيلي فتخيل إن أنت بقى بتعاية إن أنت مشيت من نادي الأولمبي دائما نفس على الهبوط نادي كبير إنما الاسماعي حاجة تانية كان بقى المجموعة محمد صلاح وقريشة وعبد العبد الصغير وفرق الصغير فأنا رحت كانوا عاملين معسكر في اسكندرية في نادي سبورتينج فاكر كويس لعبت معهم مواتش ودي كان الكابتن اسماعيل حايفني فقال لي انت لعيب كويس قوي تعال معنا الاسماعيلية رحت الاسماعيلية بعد أسبوع جي أنجل ماركوس اتمرنت معاها قال لهم ده لازم يمدي فسبحان الله إن أنا يعني زعلاني أنا ما تأيتش في نادي اللونبي وتأيت أول سنة لنا فريق أول صح في الاسماعيل فدي كان حاجة عظيمة دي غيرت حياتي خالص يعني تسبل طلع عنيك في الاتحاد تسبل كان صديق ليه جدا جدا أنا كنت بترجم له وبيحبني جدا وبنخرج مع بعض وكل حاجة وبتكلم من وراي مع لعيب كلام كتير قوي لكن هو مشكلته إن هو كان زي بوشين يعني يقول كده وبعدين أجي مرة واحدة ما لعبنيش فأقوله إنه ما لعبش ليه كان فعلا بياخد أوامر من مجلس الدارة فعلا كان بياخد أوامر غير كان في نادي الأهلي غير كده لما جلنا الاتحاد كان بياخد أوامر من مجلس الدارة كان شخصية ضعيفة هو شخصية هو باين قدام الناس هو شخصية قوية لكن أنا عارفت إن هو شخصية ضعيفة لما بدأ لما تعاملت معي يعني يسمع كلام مجلس الدارة لأنه كان في واحد مجلس الدارة كان رئيس النادي أياميها هو ده ما كانش بيحبني لدرجة أنه كان بيجي تعرف جمهور الاتحاد بيجي في التمرين حتى فكان بيخلي الناس تيجي تشتمني والله هو الرجل ما كان تمالوش في الكرة علاقتك برئيس النادي وقتها كانت علاقة سهيئة سهيئة جدا بسبب موقف حصل من الناس اللي أنا بحبها جدا 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 وبشوف أن هو أفضل شخصية ريادية بالنسبة لكرة القدم في الإسكندرية هو كابتل انطلعت يوسف طبعا مدرب كبير أنا بحبه جدا 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 علاقتي بيه قوية جدا لغاية وقتنا هذا يعني معاني كابتل انطلعت شخصية قوية بس ما بيعدش هزر وضحك اللي معي أنا يعني هو حتى لو سمعني بلوقتي بعاري كان كابتل انطلعت يوسف قدم استقالته ومشي فرئيس النادي أنا مش عايز أقول اسمه يعني بيبدأ بحرف العين شفت أنا أفشك إزاي مرافع عليك كيمو فاحنا مجتمعين فدخل في اجتماع فاتكلم موحش عن الكابتل انطلعت أنا زي ما بحصل معانيني كده لما بحب حد أسمع حد بيكلم عنه فما عافش أسكت ماشي فاتكلم وحش عن الكابتل انطلعت فأنا قلت له وسمحت ما تجيبش سيرة الكابتل انطلعت لأنه خلاص الرجل قدم استقالته سواء هو حلو أو وحش خلاص الموضوع انتهى ماشي فقال لي ما لكش دعوه ما تجيبش سيرة الكابتل انطلعت ما لكش دعوه بالكابتل انطلعت فدي حصلت شد بيني وبينه فسبحان الله أنا حتى روحت البيت ليت كام طلعت بيتصل بيه قال لي شكرا انت طول عمرك راجل وانا عرفت ايه اللي حصل فهو راجل ما كانش له الكورة بيقول لنا لعبت في النادي الاهلي اهو اتخنقت مع كابتل محسن صالح وقولت له رأيك ده لنفسك مش ليه كابتل محسن صالح حبيب جدا حبه جدا وعلى اتصال بعض كل ما باجي مصر انا كنت مع كروجر كنت بلعب على طول ما بقعدش خالص في النادي المصري حتى يعني من اكتر لعب اللاعبين مباراة الكاس بعد الكاس مصر 98 بطولة واحدة لغاية النادي المصري ايوة الحمد لله كنت بلعب على طول فجي كابتل محسن صالح ففجأت انه قعدني احتياطي طبعا ده خان غلط مني انا مش بقول كده يعني فاخر لا ده خان غلط فعلا مني ان انا اما قال كده ما عرفتش عمل كنترول على نفسي فعشان كده احنا بقول دايما الاحتراف لازم كل واحد يعرف فعمل كنترول على نفسي فانو قدتش عمل كنترول فقلت له ايه ده انا اقعد احتياطي قال لي اقلت له ليه قال لي ده رأي قلت له رأي لنفسك رأي لنفسك رح تماشي واقفوني مباراة وبعدين كان في ماتش السودان في افريقيا ماردوش يو سفروني وبعدين قعدنا وصالحنا وبعدين رحنا ماتش كتوكو في غانا لعبنا قعد معايا كابتن محسن حتى هو وكلامه معايا قال لي انا بحبك وانت زي اخوص صغير خلالي عايط ولعبنا ماتش كتوكو هناك ولعبنا ماتش كتوكو هنا وبعد كده جاي في التقرير كنت انا في اليونان لدي استغناء عن الشنواني وكانت ان هو عصن صالح كده في التقرير انا هو مش عايزني اوه يعني هو قالك انت زي اخوص صغير وعما الشاك بس فمشيت لكن بعد كده عادنا مع بعض واتكلمنا وقال لي لا انا ما كتبتش كتا في التقرير بس انا علاقت بيك كويسة جدا ومن الناس اللي انا بحبها جدا 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 وبحترمها جدا وهو عامل شغل كبير جدا مع النادي الاهلي في لجلات الكوريان زعلت من رضا عبدالعايا انه انتقد محمد النني اه جدا قلت له لا انا مليش كلام معايا خالص انا مش كلام معايا لكن انا انا كتبت كتير على تويتر وكتبت كلام كتير واخر كلام كنت قلت له حسب الله نعمل وكلم فيك ياه قلت له حسب الله نعمل وكلم فيك بان انت بتقوله على النني لان تطول عليه كتير جدا في ناس كتير تطولت عن النني لكن هو اكتر واحد كان بتطول عليه بطريقة وحشة جدا ماينفعش ان انت تيجي تقول على لعيب بيلعب في ارسنال بقلو 6 سنين ان يلعب سمادة بقير مايلعبش في سمادة بقير ما احترامني سمادة بقير يعني فرقة برضو كويسة انما ده رجل بيلعب في ارسنال انا حتى كتبت ان انت معلش انت بتتكلم على انني انت متعرفش اتعدي من جنب استاد الارسنال وسبحان الله حد بعتلي فيديو مبارح ان هو كان مع اسلام ردا فبيقوله ايه رأيك في انني بعد ما اختاروه في التشكيل المثالية فقال له لا ده بيلعب في ارسنال ده احنا منعرفش ان عدي من جنب الارسنال فالكلام اللي قلته كان حقيقة فمنفعش انت راجل لك انا كنت استضافوني قبل كده فانا حتى مرضيتش اقول لانا قلت كابتان دار عبدالعال التاريخ سواء مع الاهل وعلى الزماني لكن لازم يحاسب على الكلام اللي بيقوله بتفسر بيه انه بيهاجم الناس بطريقة اسية اه ما لاش تفسير خالص غير ان الناس كلها عارفان راجل بيحب الترند بس ما فياش حاجة لان لو انت مدرب على على قدر من المسئولية ما ينفعش تهاجم لعب المحترفين كده لو انت مدرب على قدر المسئولية الفنية اه اه نجحتك في كاكمدر يعني انت هل انت كل الفرق اللي مسكتها نجحت معها لما تنجح معها تقدر تتكلم لكن انت بتتكلم على ارسن فينجر وتكلم على ارتيتا الناس اللي بلعبوه فهل انت احسن من الناس دي لا طبعا طبعا لا لكن هو المشكلة ان كان نقد لازع ونقد مش بناء ونقد كمان وحش اوي طريقة وحش وان اني بيوصله كل الحاجات دي لكن هو بيقول خلاص كل واحد فحاله كل اللي جيبه ربنا كويس كان ليه كمان تصريح ناحية احمد حسن كوكا هل بتشوف انه احمد حسن كوكا مظلوم في مصر اه احمد حسن كوكا مظلوم في مصر لان لعيب كويس جدا لعيب بقى له سنين محترف لو هون لعي مش كويس مش هيوصل لنادل 100 مش اي حد هيسجل 100 هدف في اوروبا مستحيل صار في النظر ما تقول ليش ده كان بيلعب في البرتغال والبرتغال فرقها ضعيفة مناش دعوها اي حد بيلعب في اي حتة في العالم في اوروبا بتتحسب له لكن ده راجل وصل لنادل 100 وانا زعلت ان في ناس هجمته وهجوم برضو بدون سبب وهجوم لازع برضو وغلط فيه فمنفعش كان نفسك تعمل ايه في الكورو مع ما توش كان نفسك تلعب مع منتخب مصر بطولة كان نفسك تلعب كان نفسك تلعب في الاهلي او الزمالك انا كنت مبسوط باللي انا فيه يعني الحمد لكن كان نفسي اقب مع منتخب مصر واخد بطولة زي بطولة افريقيا مسلا يعني انا نضمت مع الكابتن جهاري بعد بوركين هفاسه على طول بعد ما اخدنا الكاس كان نفسي كان امنيت حياتي ان انا كن ان انا كن موجود هناك فنيا حسن شحياتي ولا محمود الجهري مش انجزات دي مدرسة ودي مدرسة طبعا لكن انا شايف ان الكابتن محمود الجهري كان تأثيره على اللعيبة اقوى من الكابتن حسن شحياتي وكان سابق طبعا صح كده طبعا كان من اول الناس اللي عمل حاجات كتيرة في الكورة كتير حاجات كتير جدا وموضوع الروح ده يعني انا شايف ان الكابتن حسام حسن رغم ان هي حاجة وميزة فيه موضوع الروح انا شايف ان هو تعلم من الكابتن محمود الجهري احسن حارس مرمى في تاريخ مصر مين رغم اختلافي معاه عصام الحضري احسن مدافع في تاريخ مصر مين حجازي والله احسن من وقل الجمعة ومن ابراهيم يوسف ومن ابراهيم سعيد فيه لعيبة كتير جدا لكن انا شايف ان حجازي عشان يعني طبعا كابتن وقل الجمعة صخرة مصر حاجة كبيرة جدا لان العيب بيلعب في اي حد انا شايف ان اكتر العيب كان ممكن يقباليه اسم كبير على مستوى الكرة العالمية هو برين سعيد بلعب في اي حد بلعب في اي حد لكن انا بتكلم على ان حجازي لان انجازات في الاحتراف يعني راح في رونتينا وبعدين اتصاب عشان رباط صليبي وبعدين راح وست بروميتش كان بيلعب اساسي على طول يعني من الصعب ان حد يروح احنا بلتكلم على صلاح لان صلاح بيلعب جدا يعني وصل لمرحلة النوت جبيرة جدا وبحق اهداف احسن نص ملعب في تاريخ مصر مين اي نص ملعب مدافع يعني انا بحب انني اوي يعني بحب انني اوي لكن فيه طبعا انني على المستوى الشخص انا بحبه جدا لكن فيه لعبة كتير بحب كمان طرق حامد حلو احسن صنع العاب عبدالله سعيد احسن مهجم احمد متح احسن مدرب دربك اه كابت النور سلامة اكتر مدرب ما حبيتش الشغل معا اه كان فيه مدرب جندي للتحاد اسمه تلمان ده ما حبيتوش ابدا بلجيكي اكتر العيب كنت بتحب تلعب جنبه في التشكيلة حامد ابراهيم هو دلوقتي مساعد ايها في جلال كنا بلعب احسن الاتنين مع مدرب نص الملع واكتر رعيب ما كنتش بتحب تلعب قدامه ايه ضرب بقى بيعمل كان فيه العيف كان فيه العيف من الاتحاد اسمه في قدرمضان بيخاربش عدوه كان لازم تبقى تلات غرز اربع غرز كان بيخاربش اي حد على طبعه ماشي اللعبة تقول عدد بنجاح تعال ندخل في الثانية ماشي اسألني ليك سؤال ايه ايه اكتر بلد بتحبها بلد بعد مصر يعني بعد مصر بحب انجلترا جدا وبحب اليونان جدا وايه اكتر المكانين بتحبهم في انجلترا وفي اليونان لندن في انجلترا وفي اليونان كزا حاجة بحب بحب قتينا نفسها وبحب بقى الجزر سانتوريني والحاجات دي اسأل تاني انت سألت اسئلة سريعة جدا مين احب الناس ليك في الوسط الرياضي سواء في نفس مجالك او كلعبين ده سؤال عمير ماشي عن مستوى الشخصي انا بحب ما حفظ الالقاب طبعا بحب وليد صراح الدين بحب محمد فضل بحب 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 كابتن طا اسماعيل جدا كل الاسم اللي بتقولها لازم يتحبوا جدا لأ الناس دي بجد انا بحبها لازم تحب بحب كابتن اسماعيل يوسف جدا بحب الموزعين بقى بحب كل الناس صحابي يعني كل الناس بس انا بحب انا دايما زي ما بقول دايما منحزلي جيلي فانا بحب هاني هتحوت وبحب إبراهين فاية وبحب إبراهين عبدالجواد بحب الناس اللي انا بحب جيلي بصراحة طب اخر حاجة بقى كابتن ياسر قولي رسالة لحد مجهول متقولش اسمه فيها عتاب او زعل او متصلحه او هتخصمه او اي حاجة وما تبقى جاهز قولي فكرت ايه تمام ماشي انا انا دايما الحمد لله يعني يا رب العالمين انا ما عنديش مشاكل مع اي حد خالص والحمد لله يعني الناس بتقول ان انا بحب الخير لكل الناس لكن انا بزعل ساعات ان في ناس بحس انها مش بتبدل نفسي يعني نفس الحب اللي انت بتحبه للناس يعني انك تبقى بتحب حد وهو مش بيبدلك نفس الاحساس مش نفس التجميل والله يا كابتن ياسر دي الحاجة اللي بزعلنا انت برج يا كابتن ياسر برج الاسد بس والحاجة في حاجة مهمة جدا ان انا عايز اقول ان لو كان في حد بيسمع عني دلوقتي وانا زعلته في حاجة يعني لازم يكون متأكد من المية ان اكيد مش قصدي ولو كان في حاجة طلبها مني وانا مقدرتش اعملها فاكيد غزبا عني ولو في حد قال لي على حاجة وانا نسيت نسيتها يريد بعد ما يسمع الكلام ده يبعتلي وانا ان شاء الله بازن الله حاول اعمل ان هو عايز طب نرجع الى حاجة العوانية انت زعلن من حد بعينه ان انت يعني عندك مشاعر طيبة ناحيته لكن هو ما بدلكش نفس الاحساس لا مش 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 حد بعينه انا بحس ان انا بحس ان انا بحب الناس زيادة عن اللزوم بس في حد بعينه انت لا 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 الله في ناس انا بحبها اوي وهم بحبوني اوي اوي بس في يعني مجموعة ان انا بحبهم بس بحس ان هم بحبوني عادي يعني لكن انا بحبهم اكتر طب معلش سؤال بقى ببهم ان الحاية دي حالوة يعني بتعمل ايه لما تلاقي ان انت حبيت حد زيادة عن ما هو حبك والله بحبه اكتر والله ؟ والله بحبه اكتر ومش من نوع اللي انا اقول ده مسلا ده ما بحبنيش زي ما انا بحبه لا خلاص ابعد عنه ولا بحبه اكتر لان انا عارف ان الحب ده حاجة بتاعة ربنا. ماشي. فاكيد ربنا هيلهمه ان ياسر بيحبك بالدرجة دي فهيرجعلي. انا مختلف عنك. لما بحس كده انا باخد على خطري. يعني لما اكون بحبك بنسبة مثلا ثمانين في المية وليك بتحبني بنسبة تلاتين في المية. لأ انا بتضايق. اه هي هي بتتفاوت من حد لتاني. لان انت ممكن انت ممكن تضايق فتبعد. فده يحصل جافة ما بينك ما بينه وتبعد عن بعض دك الموش. لكن انا بزود لغاية ما اشوف ممكن ممكن يحصل حاجة. خلينا على حتة اللي اه اللي ممكن تحصل دي. ماشي. ماشي. كابتن ياسر انا بشكرك جدا على وجودك معي انت من الناس المحترمة اراعك متزنة في الكورة وواحد من الناس اللي كل نس تتكلم عليك بشكل طيب جدا جدا. بشكرك شرفتيني وسعيد بوجودك جدا معي ومنورني. انا اني اشرف ان انا اكون معاك والله يا كريم انا سعيد جدا ان انا قابلتك شخصيا لانا احنا كنا ان نتكلم بجرد ما نشوف بعض. اه. وسعيد ان اكون معاكو برنامج جميل حتى فريق العمل كله حاجة جميلة جدا يعني في منتهى الزوق اللي اخليك بشكرك جدا كابتن ياسر الشنواني واحد من نجوم الكرة المصرية كان ضفنا النهاردة طبعا في الساعة الاولى كان ضفنا كابتن رامي عادل بشكركم جدا لحسن المتابعة وان شاء الله بكرا الاعادة الظهر على نجومه في ام تي في وقابل دلوقتي بساعتين نبقى معاكو اليوم الاتنين اللي جاي في حلقة جديدة من آآ في الستاد دايما عن نجومه في ام ونجومه في ام تي في اسابكم مع اخر اغنية عمر دياب اسباح على خير كنتم معه في الستاد مع كريم خطاب على نجومه في ام ونجومه في ام تي في نجومه في ام على كيفك